السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الهستيريا. هنتكلم عن تعريف الهستيريا. وهنتكلم عن الشخصية الهستيرية وما تتميز به. وهنتكلم عن اسباب الهستيريا والتصنيف الاكليميكي للاعراض الهستيرية. اللي هي الاضطرابات التحولية والانشكاقية. طيب. كل حاجة هنتكلم عنها هو تعريف الهستيريا. طبعا احنا كل دوت بنتكلم عن الاضطرابات العصابية. فانطبعا هنتكلم عن الهستيريا. الهستيريا هي لها مسمى تاني او لها اسم تاني اللي هي اسمها الاضطرابات الانشقاقية والتحولية. تعريف الهستيريا طبعا الهستيريا هي مرض عصابي زي ما انا قلت هو مرض عصابي اولي. يتميز بظهور اعراض وعلامات مرضية بطريقة لا شعورية. يعني الاعراض اللي بيعيني منها الشخص تكون عنده بطريقة لا شعورية. يعني هو مش حاسس بيها على المستوى الشعور. لكن بتحدث بطريقة لا شعورية. وبيكون الدافع منها الحصول على منفع. المنفع هنا مش قصدها او احنا مش قصدنا. المنفع معناها ان هو بياخد فلوس او بياخد مثلا مكانة اجتماعية او كده. لا احنا مش بنتكلم على المنفع بصفاتها المادية. احنا بنتكلم على المنفع النفطية. وهنعرف دلوقتي يعني ايه منفعة من ناحية النفسية. منفعة خاصة او جلب اهتمام. منفع يعني هو بينتفع بظهور الاعراض دي. مثلا مثل جلب الاهتمام. يعني ايه جلب الاهتمام? يجزي باهتمام الاخرين ليه. يحس باهتمام الاخرين ليه? يحس بحب الاخرين ليه? يحس بيعطفهم عليه. كل دي تعتبر بالنسباله هي منفعة بس من الناحية النفسية. ما لهاش اي علاقة من الناحية المادية زي ما احنا قلنا. طيب ممكن يكون الاعراض اللي بتزهر على المريض زي ما أنا بقول لجلب منفع وممكن تكون هروب من موقف معين أو من موقف خطير هو بيعاني منه أو موقف مثلا يهانة موقف ألم نفتي موقف بيسبب له ضيق أو ألأ فيشعر أو بيجيله الأعراض الهسترية فيكون هدفها إما منفع زي ما أنا قلت أو جلب اهتمام أو هروب من موقف أو أزمة معينة هو موجود فيها ممكن يكون تركيز الاهتمام على الفرد كحماية له من الآلة من نفس الشديد وعادة يظهر المرض ده في الشخصية الهسترية اللي بتتميز يعني فيه مميزات للشخصية الهسترية يعني مش أي اضطراب نفسي نقولها يجيله هسترية لا فيه مميزات للشخصية اللي ممكن تحصل لها بعد كده لو تعرضت لضغط نفسي أو لضغط من البيئة بتظهر عندها مرض الهسترية طيب الشخصية الهسترية دي بتتميز بإيه؟ حتى قبل ظهور الأعراض الهسترية زي ايه؟ بتتميز بعدم النضوج الانفعالي ما بيكونش عندها نضج انفعال أو ثبات انفعال مع القابلية للإحاق يعني يهي القابلية للإحاق؟ التأثر بالآخرين يعني الشخص بيكون عنده لو حد كلمه في أي موضوع يتأثر برأيه بسرعة ما بيكون دي اسمها القابلية للإحاق قابلية للإحاق سرعة التأثر بأراء الآخرين أو باتجاهاتهم أو بمشاعرهم بيتأثر بالآخرين ولا يعني ذلك انه لا تظهر في الشخصيات الأخرى بل وجدة من خلال التجارب الإكلينكية في تجارب إكلينكية هي اللي قالت ان هناك بعض الأفراد مهيئين لظهور الأعراض الهسترية لديهم زي ما احنا بنقول الشخصية الهسترية بتتميز بكذا انا مش قصدي ان الشخصية دي خلاص ظهرت عليها الأعراض لا شخصية قابلة لظهور الأعراض الهسترية زي ما احنا قلنا عدم النوج الانفعالي والقابلية للإحاءة طيب امتى هقول ان ممكن هتظهر لهم الأعراض الهسترية اذا تعرضوا للإجهاد والشدة او للضغط او القلم النفتي خلاص كده ولكن تختلف عتبة الفرد حسب استعداده الخاص وشدة الموقف يعني الشخصية الهسترية مش كلهم بيكونوا على نفس الدرجة من التأثر بالمواقف يعني ممكن شخصية هسترية تكون مع أقل موقف هي ممكن تقابله تظهر الأعراض وممكن شخصية هسترية تانية لكن مش بنفس درجة عدم النضوج الانفعالي فبيكون عندها استعداد لتحمل الضغوط أكثر من الشخصية الاولان احنا بنقول من أقل درجة ممكن تقع فيه الأعراض الهسترية وحسب شدة الموقف الموقف اللي بيعاني منه المريض او الموقف اللي بيكون فيه المريض هو اللي بيحدد هتظهر عنده الأعراض الهسترية ولا موقف بسيط ما يستحقش او ما يستدعيش ظهور الأعراض دي تمام يبقى احنا كده قلنا اول حاجة تعريف الهسترية دي اول حاجة بنقولها هي مرض عصادي اوله تمام بتظهر الاعراض في المرضى الهستريين بطريقة لا شعورية خلاص طيب ادي تانية حاجة تالت حاجة الدافع من ظهور الأعراض الهسترية الحصول على منفعة او جلب اهتمام او هروب من موقف معين خطير يسبب له ألم نفسي او ضيق نفسي او قلق خلاص طيب قلنا كمان ان الشخصية الهسترية تتميز ببعض الأعراض اللي احنا ممكن نقول ان الشخصيات دي ممكن تقع انها تكون شخصية هسترية اذا تعرضت للضغط النفسي او الألم او الاجهاد والشدة من البيئة وقلنا بتتميز شخصيات الهسترية دي بعدم الندوك الانفعالي مع القابلية للإحاق خلاص ده كده الجود ما تكلمنا عنه بعد كده هنتكلم عن الشخصية الهسترية وايه مميزات الشخصية الهسترية يعني الشخصية اللي بتظهر لديها الأعراض الهسترية او الشخصية اللي عندها استعداد لظهور الأعراض الهسترية تتميز ببعض الخصائص خلاص مش هنقول بقى مميزات لنديلش مميزات خلاص هنتكلم عن خصائص الشخصية الهسترية وما تتميز به اول حاجة عدم الندج الانفعال عدم الندج الانفعال يعني الشخص لو واجه موقف بسيط يحصل عنده اصارة بشكل انت مثلا واجه موقف لايستحق مثلا الغضب الشديد ده او الحزن الشديد ده او الفرح الشديد ده تلاقيه انت نفسك بتقولي او انتو نفسكو لما تشوف الشخصية دي تقولي تحس انه هو over inفعاليته over inفعاليته معناها ان عدم الندج الانفعالي او عدم تناسب الانفعال مع الموقف طيب الانبساطية في المزاج الانبساطية في المزاج يعني شخص منبسط بيتكلم مع ناس كتير وله علاقات كتير بيتكلم مع اي حد بيقابله ويدحك مع اي حد بيقابله هو ده الانبساط خلاص احنا طبعا لما كنا في المحاضرات كنت معاكو من كنتوا فترين ان انا كنت بقوللكو ان فيه سمات فيه فيه حاجة اسمها الانطواء في الاكتئاب في الانسحاب ده الانبساطية عكسه كل السمات اللي انا كنت بقولها لكم الانطواء الانسحاب او الاتئاب عكسه الانبساطية الانبساطية في المزاج يعني شخص مرح فيتكلم مع ناس كتير لعلاقات اجتماعية كتير القابلية للإحاء دي برضو نرسل إليها لكم من شوية إن سرعة تأثر الشخص بقراء الآخرين وأفكارهم واتجاهتهم تمام ده يعتبر أقل قدر ممكن أنا ممكن أعبر به عن القابلية الإحاء سرعة تأثر الشخص أو قابلية تأثر الشخص بقراء الآخرين واتجاهتهم وإن فعلتهم تمام طيب رابع حاجة الانانية مع حب الظهور تلاقي الشخصية الهسترية أو تلاقي الشخصية الهسترية تتسم بالانانية يحب نفسه قوي ويحب أنا بقول مع حب الظهور مش حب الظهور بأي شكل لا ده حب الظهور إن يكون هو أحسن واحد موجود أو يجزي بانتباه الآخرين كلهم ليه يبقى هو أناني دي أول حاجة أنانية بيحب نفسه يحب مصحته الشخصية كمان بيحب إن هو اللي يبقى جازب اهتمام الآخرين عايز إن هو أكتر واحد ظاهر في المجموع تمام لو هو موجود في وسط زميله لو موجود في وسط قريبه لو موجود في وسط أخواته لو موجود أي سياد بيحب إن يكون هو اللي جازب الاهتمام ويكون هو اللي ظاهر في وسط المجموع اللي هو موجود فيه خامس حاجة عندنا الشخصية الهسترية بيكون عندها عدم تحكم في الانفعال ما يقدرش يتحكم في انفعاله زي ما انا قلت لكم من شوية هو ده متقارب جدا مع سمات او مع السمات تاعته اللي هي عدم النضوغ الانفعالي طيب عدم التحكم في الانفعال يعني ممكن موقف هو بيتعرض ليه ما يقدرش يتحكم في انفعاله سيه مثلا طالبة قدامي بقول لها لو انت بتعمل كده ليه انت بتكلمي ليه طلعي برا ممكن هي تقول لي انت بتطردين ليه ممكن ترد علي بشكل مش كويس او تكلم بمتقدرش تتحكم في انفعالاته وتيجي بعد كده تبدأ تقول وانا قلت كده ليه لأ انا غلطانة نفس الموقف ممكن الموقف ده يتكرر مع القب مع الامة مع حد كبير تقول لأ انا غلطانة طب وانا معرفت شامسك نفسي هيا دي بقى كده التحكم في انفعالي التحكم في تصرفاتي التحكم في سلوكي تمام عدم التحكم ما تقدرش تتحكم في سلوكها تلاقي بصرف يعني اول ما تواجه موقف تلاقيها مندفعة تندفع في انفعالها وممكن بعد كده لما تفكر تقول مثلا لأ انا يا ريت ما كنت عملت كده انا ما تحكمتش بشكل كويس خلاص طيب الاستفزاز الجنسي من سمات الشخصية الهسترية الاستفزاز الجنسي اللي هو انا لسه بقول لكم شوية حب الظهور الاستفزاز الجنسي يعني البنت تحب تلبس لبس يعني يزيد او يزيد من تركيز او يجذب الجنس الاخر لو بنت تحب مثلا تلبس لبس يجذب الولاد ليه الولد نفس الطريق يحب يلبس اللبس اللي يجذب البنات ليه ده الاستفزاز الجنسي خلاص طيب او الاستعراض الجنسي برضه نفس الطريقة اللبس ده يعني تبرز من مساتينها لجازب انتباه الجنس الاخر والراجل او الولد نفس الطريقة برضه خلاص يحاول المحاولة منه لجازب اهتمام الجنس الاخر القدرة على الانشقاط في الشخصية دي تعتبر النوع التاني من الشخصية اللي احنا لسه انا مش هشحالكو دلوقتي خليها في مكانها او في الجزء بتاعها الانشقاط في الشخصية ان الشخصية تنقسم لشخصيات القدرة على ان الشخصية ممكن تتقسم الى شخصيات تاني احنا هنتكلم عنها في المكان بتاعها التكوين الجسم للشخصية الهسترية دايما بيكون التكوين الواهن الواهن اللي هو الضعيف تلاقي الناس اللي هي ما بتهتمش بالاكل اوي ما بتهتمش بالشرب او ما تهتمش الجسم للشخصية الهسترية في بعض الشخصيات زي مثلا مرضى الوسواس القهل تلاقي برضه التكوين الجسم بتاعهم واهن اعنا مش بقول عمتا اعنا مش بقول دائما انا مش بقول دائما انا بقول يميل ماشي كده تميل الشخصيات الاستراع لتكوين الجسمي الواهن نفس الطريقة الوسوات الكهري برضو القلق نفس الطريقة تلاقي جسمهم ضعيف خلاص طبعا ما بيهتموش طبعا عندهم قلق طول الوقت ما بيهتموش بالنحية بنحية ان هو يكله كثير طيب المرضى الاكتئاب العكس لما نجي الاجتئاب هنتكلم وهنعرف ان التكوين الجسم لمرضى الاكتئاب هو التكوين البذين يعني معظم مرضى الاكتئاب هو تكوينهم الجسمي بذين اللي هما بيكونوا تخان شوي لكن الشخصية الهسترية الوسوات القهري اضطراب ما بعد الصدمة القلق كل دول تعتبر بنسبة كبيرة جدا منهم تكوين الجسم الخاص بهم بيكون التكوين الواهن خلاص تمام طيب طبعا العمر بيتدخل بنسبة كبيرة جدا في الاصابة بالامراض الهسترية او بالاصابة بالمرض الهسترية خلاص دايما لو انتم جينا نتكلم وقلنا عدم النضوج الانفعيل الانبساطية في المزاج القابلية للإحياء الانانية مع حب الزور لو انا جبتلك الكلام ده كله قلتلك عدم التحكم في الانفعيل هل انا لما اجي اقول لك كل الاعراض اللي بتتميز بيها او اقول لكم الاعراض دي كلها اللي بتتميز بقى الشخصية الهسترية اقول طفل ما اقولش طفل صحي كده هتلاقي استمات او مميزات او خصائص الشخصية الهسترية كلها بتتيجي بداية من مرحلة المراقض فما فوق يعني بداية من مرحلة المراقض ثم الرجل ثم 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 خلاص معنى كده اني ما اقولش طفل هستيري لا هتلاقي الشغل للطفل الصغير اللي بيعاني من الحاجات دي كلها ممكن بكل تقسيم اخر زي مثلا الهايبر اكتف او فارط الحركة دي ده اضطراب تاني خالص مالوش علاقة بالجزء اللي احنا بنتكلم فيه لكن ما يفعش اقول طفل صغير اقول ده شخصية الهسترية شخصية الهسترية العم طبعا لو انا جيت قلت زي ما انا بقول لكم كل الخصائص او كل السمات اللي بتتسم بيها الشخصية الهسترية هتلاقي تنطبق على مرحلة المراقضة ما فوق خلاص كده طيب الشخصية الهسترية اه دايما انا كنت بقول لكم في المحاضرات ان الاضطراب العصابي انا برضو باركع تاني ورجع لكم بعض الحاجات اللي انا كنت بقولها معاكم في المحاضرات لما احنا جينا وقارننا بين الاضطراب العصابي والاضطراب والاضطراب الزهني تمام كنت بقول لكم دايما ان العوامل الوراثية او العوامل العضوية او العوامل البيولوجية العوامل الحيوية كنت دايما بقول لكم العوامل دي بتكون مؤثر في الشخصية العصابية ولا الزهنية هي للشخصية الزهنية لكن لو احنا جينا فاكرين برضو كنت بقول لكم الاضطرابات العصابية اكثر مؤثر فيها هو الضغوط البيئية العوامل البيئية الضغط والقلم النفس اللي بيعيشه الفرد في البيئة الشعورية بتاعته خلاص لكن لو جينا نقول او لا شعورية سيان بس احنا كنا بنقول بفكركم الفرق من الاضطراب العصابي والزهاني الاضطراب الزهاني اكثر ازباب فيه او النسبة الاكبر للازباب بتاعته او العامل بتاعته بتكون حيوية بيولوجية عضوية تمام كده عقلية تمام خاصة بالغدد وهلمونات وتركيب المخ وهكذا لكن الاسترابات العصابية النسبة الاكبر في تأثيرها او في سببها هي الضغوط البيئية وبرضو لو كنت فاكرين كنت بقول لكم الاضطرابات العصابية هل انا اقدر اقول لا تت احنا قلنا سببها بيئي اقدر اقول لا تتدخل بها العوامل الوراثية ولا العوامل العضوية تماما لا طبعا فكل لما كنت بقول لكم لو انا قلت مثلا ان العوامل البيئية بالنسبة خمسة وسبعين في المية العوامل الحيوية والبيولوجية والعضوية والعقلية بنسبة خمسة وعشرين معنا كده ان في تدخل للعوامل لكن النسبة الاكبر للعوامل البيئية والعكس صحيح بالنسبة للاضطرابات الزهنية او العقلية تمام احنا كده راجعنا الجزء اللي احنا كنا منتكلم فيه دايما ان الاضطرابات العصابية عادة بيكون سببها طيب عشان كده لما جين نيجي دلوقتي ونقول ان الشخصية الهسترية تنشأ الشخصية الهسترية من تفاعل العوامل الوراثية والبيئية صح ولا غلط صح طيب لو انا قلتلك تنشأ الشخصية الهسترية اكثر من العوامل الوراثية لا من العوامل البيئية سببها الاول بيئي ثم العوامل الوراثية خاصة علاقة الفرد بالوالدين وخاصة الجنس الاخر. يعني ايه? احنا جينا كده وقلنا ان العوامل الوراثية وجينا قلنا العوامل بايه? طب العوامل البيئية. هل علاقة الطفل او علاقة بلاش الطفل بقى احنا قلنا? خلاص ده مش طفل. علاقة الفرد بمين? اكتر حاجة مؤثرة عليه من ناحية نفسية. علاقته بالوالدين. طيب الوالدين اللي اتنين مع بعض? قالك لا. الدراسات قالت ان خاصة الجنس الاخر. يعني البنت تتأثر بشكل كبير جدا ببابا. والولد يتأثر بشكل كبير جدا بالام. خلاص? يبقى علاقة الفرد بالوالدين وخاصة الجنس الاخر هو مؤثر قوي جدا من ناحية البيئية على الشخصية او ظهور الاعراض الهسترية. طيب هزي الشخصية هي حصيلة التخلف والفشل في عملية الندوج الانفعال. لما تيجي تلاقي شخصية هسترية تعرفي ان اتعرضت كتير لمواقف ضغط نفسي قوي. لكن هي عشان ما عندهاش الندج الانفعالي وما عندهاش السبات الانفعالي. صحي كده? ما ادريش تتغلب على الموقف فظهر عندها الاعراض الهسترية. لان احنا قلنا عدم الندج الانفعالي من سمات الشخصية الهسترية. تمام? يبقى الشخصية دي اللي عندها ندج انفعالي كانت هتقدر تتحكم في العوامد الضغطة عليها من ناحية البيئية وكانت هتقدر تتكيف مع المجتمع. لكن عشان ما عندهاش ندج انفعالي فمع اقل ضغط ممكن من البيئة تقع اه مع الاعراض الهسترية او تظهر لديها الاعراض الهسترية. طيب. لا نستطيع اتبار الشخصية مرضية في حد ذات. احنا ما نقدرش نقول ان الشخصيات الهسترية لازم تدخل مستشفى نفسية. لازم تبحجس المستشفى نفسية. ما ينفعش يتعامل مع المجتمع. لا. هو الشخص ده بيقدر يتعامل مع المجتمع لكن هو من نفسه بيكون لديه بعض الضغوط ولديه بعض القلق والاعراض اللي بتحصله وخاصة الاعراض الجسمية اللي احنا من شوية كده وهنقول عليها. الاعراض الجسمية اللي بتزهر عنده امام الاخرين هي دي اللي بتؤدي ليه الى القلق الزائد او الاحراج او نتيجة وجود الاعراض دي هو بيعتبر هو شكل غير طبيعي او الاعراض اللي ظهرت عنده بتكون شكل غير طبيعي للناس الاسوياء. خلاص? هي دي بس اللي بتخليه دايما هو في القلق مستمر. نتيجة ظهور الاعراض الهسترية عنده. انا مقدرش حدد مدى انتشار. لو انا قلتلك مثلا يمكن ان احدد او يمكن ان نحدد مدى انتشار الشخصيات الهسترية بين افراد المجتمع. لا انا مقدرش حددها. ليه? حاول اتفكره كده شوية. ليه انا ما اقدرش حدد مدى الانتشار. ما اقدرش حدد نسبة. ما اقدرش حدد عدد. للشخصيات الهسترية بين افراد الشعب. او بين افراد المجتمع. ليه? انا من شوية قلتلكم ان الشخصية الهسترية يمكن انت تكيف مع المجتمع دون الرجوع الى المستشفى النفسي او العيدات النفسية. صح? معنى كده ان هم موجودين وسط المجتمع. وسط افراد المجتمع. لكن مش بيتوجهوا لاي عيادة نفسية او مستشفى نفسية عشان احدد اعدادهم. تمام? كده هو ده اللي خليني ما اقدرش احدد مدى انتشار او نسبة معينة لظهور الشخصيات الهسترية في المجتمع المصري. خلاص كده? طيب. في احتمال بيقول ان هناك احتمال ان نسبة الشخصيات الهسترية في المجتمع المصري هي عشرة في المية. خلاص كده? في النسبة بتقول كده. يعني انا لو جيت انا ممكن طبعا انا متفق معاكم من البداية ان هيكون الامتحان الالكتروني. يعني هيكون صح وغلط وفتياري. يعني انا ممكن من خلال الكلام اللي انا بقوله. زي ما انا لسه اقيل لكم من دلوقتي سؤال هل الشخصية الهسترية تأتي اساسا من العوامل الوراثية? لا طبعا اساسها بيئي. لكن هناك تفاعل مع العوامل الوراثية. طيب. ممكن اجيب لك سؤال تاني. واقول لك مثلا. علاقة الفرد بالوالدين آآ تؤثر بشكل جبيب في ظهور الاعراض الهسترية. طيب. طيب. ممكن اقول لك علاقة الفرد بالوالدين وخاصة من نفس الجنس. له علاقة قوية بظهور الاعراض الهسترية. غلط انا قلت الجنس ايه? الاخر. تمام كده? طيب. ممكن اقول لك الشخصيات الهسترية تأتي نتيجة عدم النطج الانفعيل. صح ولا غلط? صح لان هناك بعض السمات اللي بتتميز بها الشخصية الهسترية اللي جعلت الشخص دوت يعاني من الاعراض الهسترية او يجيلوا الاعراض الهسترية. انا مش هقدر اقول اصابة لان هو مش اصابة. تمام كده? يعاني من الاعراض الهسترية. طيب انا ممكن اجا اقول لك يمكن يمكن تحديد يمكن تحديد بدقة نسبة انتشار الشخصيات الهسترية بين افراد المجتمع. اقدر? لا. خلاص كده? وطبعا احنا عارفنا ليه? انا مش بطلب منك في الامتحان تصحيح الخطأ. ماشي كده? انا مطلبش كده. انا بطلب اه الصح وخطأ بس. مطلبش منك. بس انتم تبقوا عارفين. انا ليه? ما اقدرش حدد نسبة انتشار. زي ما انا قلت كده. ان الاعراض الهسترية ما بيضطرش الشخص للتوجه من المستشفيات. او للعيادات النفسية. عشان كده ما اقدرش حدد نسبة معينة. بس احنا قلنا نسبة محتملة اللي هي العشرة في المية. انا ما اقدرش اقول دي نسبة اساسية او نسبة نهائية. انا هقول نسبة محتملة. عشرة في المية من المجتمع الماضي. طيب. في نقطة تانية عايزين نقول عليها. اني الاعراض الهسترية بتكون اكسر شيوعا. خلاص كده. او اكسر انتشارا. لدى النساء. تمام? يبقى الاعراض الهسترية او الشخصية الهسترية بتنتشر بنسبة اكبر لدى السيدات. اه طبعا نتيجة طبعا احنا في المجتمع الشرقي هناك ضغط قوي جدا على المرأة. ممكن هناك بعض فيه بعض المجتمعات ما بيكونش فيه ضغط لكن فيه مجتمعات فيها ضغوط على النساء بشكل اكبر. فنتيجة الضغط اللي بتعاني منه المرأة في المجتمع. فتظهر عندها الاعراض الهسترية. تمام كده? يبقى انا برضو ده ممكن يجي سؤال تاني. الهسترية اكسر انتشارة لدى الزكور? غلط هي اكسر انتشارة لدى الاناس. النسبة المحتملة لظهور الهسترية في المجتمع المصري هو 10% طيب. هنتكلم عن كل آآ سمة من سمات الشخصية الهسترية او خصائص الشخصية الهسترية. آآ بشكل مفصل اكتر. عدم النطج الانفعالي الانبساطية في المزيج. الاتنين دول هنتكلم عنهم دلوقتي يعني ايه? تعدد المعارف والصدقات. الشخصية اللي عندها اللي عندها استرية او الشخصية الهسترية بتكون عندها تعدد معارف والصدقات انا قسا بقول لكم من شوية اني عنده اصحاب كتير عنده معارف كتير بيحب الاختلاص مع الناس كلها. خلاص كده. آآ بتغير. يعني ايه بالتغير? يعني ممكن يصاحب ده مثلا آآ النهاردة بنت ترجع لمامتها وتقول لها ماما ان دي صاحبتي بحبها جدا وبموت فيها وماقدرش عايش من جارة. ممكن تعدي تلات تيام وتلاقيها جايب واحدة تاني آآ بنت تاني. وتقول لها دي حبيبتي وبموت فيها ودي احسن من الاولانين. انا بحبها جدا. انتم معايا كده? فيبدا هو يغير يعني يجي آآ واحد صديق ليد نهاردة وممكن بعد اسبوع يغير الصديق ويجيب واحد تاني وبعد ممكن تلات تيام يجيبه الرؤى التالت. وهكزا. خلاص? عنده معارفه صداقات كتير وبيغير فيه. يعني مش بيكون ثابت على شخص معين. تمام? وبرضو نفس الطريقة للولاد. نفس الطريقة. الولد برضو يقول له حبيبي ده ده صاحبي ده زي اخوي ده احسن من اخوي. وممكن يومين تلاتة وتلاقيه جايب ولد تاني وهو ده برضو احسن من اخوه وهلوم ما جرب. اماشي كل ثلاثة يام يجيب لنا واحد وجاي. تمام كده? يبقى هنا تعدد المعارف والصداقات. حب الاختلاف. اه طبعا انه يتميز بالتعدد. تعدد طبعا ايه بيغير? عدم السبات الانفعالي زي ما انا بقولك وانهم عنده سبات انفعالي. هو بيحب ده النهاردة وبعدين في حاجة تاني. القابلية اللي احنا لسه هنقولها من شوية. ممكن يكون صاحبه وحبيبه وروحه جدا. ومعه جدا. ومسلا حد تكلم عنه وقال له لا ده ده وحش ده. انا شفته في موقف وحش جدا. يقول لا لا ده وحش خلاص مش يعرفه. دي بقابلية لاحق. سرعة تأثر الشخصيات بالايه? بقراء الاخرين وباتجاهات الاخرين. وبالنحاء الانفعالية الاخرين. وانتم معايا كده يبقى هو سطحي. الشخصيات ده بتكون سطحية. ما بتتميز ما بتتميز بالعمكة. مسلا مش مش صاحبي يقعد معايا سنين طويلة وانا فهم كويس. ولا ما اقدرش. المفروض انت مثلا او الشخصيات الطبيعية او انت. انت ليك مثلا صديق او زميل او قريب او اي حد قريب منك. انت بتكون عارف حدود الشخصية بتاعته ايه? هو ممكن يعمل ايه? وما يعملش ايه? لكن الشخصيات الهسترية. لا هي اه بتحب ده. ممكن يومين تلاتة وتغير زي ما انا بقول لكم كده. ليه نتيجة ايه? نتيجة حقا كثير. ان هو علاقاته تبقى سطحية. ما بيعودش معاها فترة طويلة ان هو يبدأ يبسامها كويس. ويتأثر جدا باراء الاخرين في الشخصيات او في الاحداث. يعني ممكن انا مش باتكلم عن شخصيات بس. يعني ممكن الشخصية الهسترية سيه مثلا. احنا بنتكلم مثلا على الحكومة المصرية. اه واحد يقول لك ايه? لها ده الحكومة دي مش كويسة خالص. ده حصل عملت وعملت. لا لا ده كده الحكومة دي وحشة بتاعتنا. يجي تاني قابل واحد تاني الحكومة دي كويسة وبتحافظ على الشعب المصري وبتحاول اه تعملت مثلا بتحافظ على صحة الشخصيات الشعوب فيها. بتحافظ على الاطفال بتحافظ اهم حاجة تبدأ يقول اه صح ده هما بيحافظوا علينا ده هما مش كويسي. يبدأ ان هو بيتأثر بقراء الشخصيات اللي حواليه في الاحداث. خلاص سواء كان اتجاهات. اتجاهات سياسية اتجاهات دينية نفس الطريقة. من ناحية الدينية برضو. لو هو مشي مع شباب بيصلوا ملتزمين تلاقيه بيصلي ويربي نقنه واللبس الجلبية وخلاص هو كده بقى ملتز. لو هو سابهم شوية يقعد معهم شوية وبعدين يروح يصاحب ناس تانية ما بتصليش تايه مثلا. ولا قدر الله بيتعاطوا حاجة معايا يروح ويتعاطى معاه. ده يعتبر دي الشخصيات الايه? السطحية اللي ما بيكونوش عندهم سبات انفعيل او سبات في الاراء والاتجاهات. تمام? يعني بيهتموا بما يقيل ويقال. طيب الانانية مع حب الظهور. يحب دايما استجلاب الاهتمام زي ما انا بقول وخصطا الجنس الاخر. يعني مثلا زي ما انا قلت لكم البنات يحبوا يلبسوا يلبسوا مسير يسير الجنس الاخر والولاد نفس الطريقة ليه? لان هم عايزين يكونوا ظهرين ويستجلبوا اهتمام الجنس الاخر الدائم لهم. وعايزين يكونوا هم محور الارتجاز الارتكاز ومحور الاهتمام بالنسبة للمجموعة اللي هم موجودين فيها. اه خمس حاجة عدم التحكم في الانفعال. ما يقدرش يتحكم في انفعاله. بيكون عرضة للزبزبات الوجدانية. يعني شوية هو بيحبه قوي وشوية بيكرهه قوي وشوية هو مبسوط قوي وشوية هو زعلان قوي. ممكن باسباب بسيطة جدا او مواقف بسيطة جدا. اه تحسسه ان هو مبسوط ويبقى عنده زبزبات وجدانية مش ثابت على اه انفعال معين لفترة طويلة. الاستفادات الجنسي ده ما احنا قلناها من شوية هي محاولة الاهتمام او جذب اهتمام الجنس الار. القدرة على النشاقات في الشخصية. اه دي اللي احنا كنا بنقول عليها. وقلنا ان دي عند الحاجة عندهم القدرة على الهروب من مواقف معينة باكتساب شخصيات جديدة. خلاص يعني بيقيت شخصية تانية خالص او شخصية جديدة خالص عن الشخصية الاصلية. نعم? التكوين الجسم للشخصية الهسترية يامل للنحافة. احنا قلنا للتكوين الوهم. يامل للنحافة وصغر الحجم اللي هو التكوين الوهم. ولكن ذلك لا يمنع زورة في التكوينات الجسمية الاخرى. زي ما انا بقول لكم. احنا بنقول نسبة انتشارها بتكون اكتر عند الناس اللي بيتميزوا بصغر الحجم والتكوين الوهم والنحافة. لكن ده مش معناه ابدا ان انا بقول مية في المية الاعراض الهسترية بتظهر لذا الاشخاص زي التكوين الوهم. انا مقدرش اقول كده. لكن انا بقول عامة بالنسبة الاقصر بتكون عند التكوين الوهم. لكن ده ما يمنعش زورة في التكوينات الجسمية الاخرى. طيب. الشخصية الهسترية بتكون او تتميز بيها الشخصيات زي الزكاء المتوسط. يعني الناس اللي هي عندها آآ زكاء مرتفع. اللي هما اللي بيكونوا عندهم آآ شخص عبقارية شخص موهوب. ماتجلهم. مش الشخصية او ما يعانوش من الاعراض الهسترية. لكن بتكون عند الناس اللي زكائها آآ متوسط. العمر طبعا زي ما انا بقول لكم. آآ في سن البلوخ. خلاص بتكون موجودة في سن البلوخ. آآ نظرة لعدم النطق الكامل الجهاز العصبي. وبتزيد نسبتها في الشيخوخة عندما يبدأ الجهاز العصبي في الضمور. لما يجي الجهاز العصبي يضمر. تبدأ ظهور الاعراض الهسترية لان ما بيكونش عنده ساعتها عدم ما بيكونش عنده نطق انفعالي ولا ثبات انفعالي ولا تحكم في الانفعال. التلاتة دول بيتأثروا بنطق الجهاز العصبي. فلما يجي الجهاز العصبي يضمر فبيكون الشخص عنده عدم قدرة على النطق الانفعالي على الثبات الانفعالي على التحكم في الانفعال. اسباب الهستريا. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا ان اسباب الهستريا اساسها بي ولا وراثي ولا عقلي ولا حيوي. الاسباب الاساسية فيها هي الاسباب البيئية او الضغوط البيئي. اه هنتكلم عن اسباب الهستريا من ناحية نظرية التحليل النفسي. هنتكلم عن التحليل النفسي وتفسرها لزهور الاعراض الهستريا. قالت ايه نظرية التحليل النفسي? قالت ان الاعراض الهستريا بيكون سببها لا شعوري. مش على مستوى الشعور. وبيقول نظرية التحليل النفسي بتقول ان الطفولة بيقول ليها اثر كبير جدا على ظهور الاعراض الهستريا اللي هو اضطراب الموقف الاوذيبي. وانا مش من شوية قلت لكم ان اضطراب علاقة الفرد بالوالدين له اثر كبير جدا على ظهور الاعراض الهستريا. وقلت لكم خاصة علاقة الطفل او علاقة الفرد بالجنس الاخر. او الجنس الاخر يعني الولد يتأثر بشخصية الام والبنت يتأثر بشخصية الاب. فلو حصل ان في اضطراب في الشخصية او اضطراب في العلاقة ما بين الوالدين وبين الابناء في المرحلة النمائية الاولى فحياته بتقول نظرية التحليل النفسي ان نؤكد او نحاول ان نقول ان ممكن تظهر الاعراض الهستريا. يبقى كده التحليل النفسي قالت ان ترجع الى ميكانزمات لا شعورية ونتيجة علاقة الطفل بالوالدين في واضطراب الموقف الاوذيبي لديه. طيب المنحة الفيسيولوجي. اه اوضحوا العلماء قالوا زي بافلف قال ان المصابين بالهستريا تميزوا عن غيرهم بوجود كشرة مخية ضعيفة. يبقى معنى كده ان هم بيقولوا ان مرضى الهستريا مش بس سببهم بيقى. لا ممكن ان تتدخل فيها النحة الفيسيولوجية زي وجود كشرة مخية ضعيفة. اه بتكون اه هي ما بتقومش بالدور المهمة في كاف واحباط وتنظيم المراكز ساحت الكشرة في المخفى ما بيكونش الشخص قادر على تحكم في انفعالاته. اشتركوا في القناة